دفتر شروط جديد لتصنيع واستراد السيارات يصدر في الجريدة الرسمية الجزائرية يتضمن شروط وكيفيات ممالسة نشاط تصنيع المركبات في الجزائر وينص المرسوم في مادته الثانية على تركيب مجموعة من المركبات على غرار السياحية والنفعية الخفيفة والصناعية والجرارات إضافة إلى مركبات تنقل عشرة أشخاص أو أكثر ومركبات أخرى لنقل البضائع والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية كما تلزم مادته الخامسة مصنع المركبات بتحقيق نسبة إدماج تتطور كما يلي عشر بالمئة عند نهاية السنة الثانية عشرون بالمئة عند نهاية السنة الثالثة تحقيق نسبة إدماج تقدر بثلاثين بالمئة مع نهاية السنة الخامسة تحدد نسب الإدماج بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصناع والمالية الجزائريين كما يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد طبقاً للتعهدات الواردة في طلبه الأولي والأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية قائمة التجهيزات والمنشآت الرئيسية وموضوع الاستثمار ومناصب الشغل الواجب استحداتها حسب كل سنف موقع المنشآت القاعدية التي يزمع أن تحتضن النشاط مستويات الاستثمار ومبالغ الاستثمار ومستويات الانتاج المتوقعة حسب كل تراز ونموذج وحسب كل مرحلة وكذا حجم الانتاج ومنحت الجزائر امتيازات عديدة إذ يستفيد مصنع المركبات في البلاد من نظام جبائي تفضيلي مطبق على المواد الأولية والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة أو المقتنات محلياً أو المستعملة في تصنيع المركبات وفق شروط استراد السيارات في الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر